اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم طب ليه طبعا زي ما عودتكم يعني دايما بنتكلم على موضوعات دايما شائكة بس الحمد لله رب ربنا ووفقنا فيها التوفيق من عند الله ان احنا نقدر نحل طبعا النهاردة نحل اي مشاكل النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير وسبحان الله من التوفيق من عند ربنا النهاردة وانا جاي كان في مشكلة هتكلم فيها وكلمت مع المتحدث الاعلامي باسم وزارة اسكين والحمد لله تحلت وهنتكلم عنها وهنشكر بعض الوزراء اللي يعني متجاوبين جدا باسم اللي ما شاء الله عليهم يعني وبرضه هنتكلم هبدأ بقى في الاول كلامي من ضمن الموضوعات الكتيرة يعني هبدأ بعتب او اعتاب يعني على شخصيتين من المسؤولين الاعتاب الاول وزير النقل كامل بين الوزير يعني احنا نحن مع غرامة عدم قطع ده الذكر يعني اللي ما قطعش تذكرة ما فيش مشكلة ما فيش اي مشكلة وغرامة زي ما القانون يقول ما فيش اي مشكلة بس في وقعة هحكيها لحضراتكو طبعا وكامل بي يعني يريد ليشوفها معي الوزير دا كت قدام عيني ان انا كنت بركب من قطر معي من محاطات الماء تمام التلت شابيك التلت شابيك اللي هو بتاعت القطر تمام الشباكين هما اللي شغالين التلت مش شغال تمام زحمة رهيبة زحمة رهيبة ما بعدها زحمة تمام القطر على اهبة الاستعداد للإقلاع من المحطة تمام والناس عبا يتخانق مع بتوع التذاكر بتوع التذاكر ما لهمش زم وفاجأ ان بتوع التذاكر بيتكلموا بقولوا الجهاز مهنج تقريبا او مش عارف السيستم فيه ايه طيب ماشي انا مع قلت مع غرامة طبق غرامة طيب لما رجبوا القطر مشكلة تانية طبعا في ناس جريت عشان تلحق القطر بعيالها بشنطها بحاجتها طبعا رئيس الاقتار او الكمساري عايز الغرامة تمام فتحصل مشكلة تانية احنا كل بنطلبوا حاجة بسيطة بس يعني ماشي اعمل غرامة اعمل اعمل قوانين واعمل غرامات وكل حاجة بس ممكن بعد اذنك يعني حدثوا السيستم مثلا التحديث الاجهزة يكون جديدة مثلا تمام ويعمل غرامات اعمل ما بقولش ما بتعملش يا ده حاجة كانت حصلت دمعيني وانا دخلت في المشكلة طبعا وركبته وكان اغلب لرجبه طبعا رجبه من اقرب عربية للقطر يعني طولهم من دم التذاكر كده اقرب عربية للقطر طبعا اركبت معهم وحلنا لمشكلة فدي من ضمن مشاكل ايه بعتب عليه فيها ياريت معالي الوزير الفريق كامل وزير يعني ياخدها في الاعتقاد يعني او في الدراسة تمام العتب التاني او بعاتب محافظ بورسعيد اللي هو عادل غطبان فيه شكاوى كتير جدلي يعني من البرسعادية المواطن البرسعيدي مواطن عايز معاملة خاصة تمام وحضرتك انت في بورسعيد من زمان تمام والنواب النواب نفسهم بيشتكوا يعني سواء جمهور الجمهور البرسعيدي او النواب فبطلبوا يعني ان هو مثلا يتجاوب معهم على فكرة هقول لحرك حاجة يعني حضرتك سيادة اللوة عادل غطبان انت حلت مشاكل لبرنامجي انا حلت مشاكل قبل كده لبرنامجي يمكن كان اخر حاجة كانت طفلة سلمة شعبان اللي كانت ودينا دارة سكيل فكري كان والدها ووالدتها كانوا يعني كانوا منفصلين وهي مع والدها وكانوا بيعزبوها وكلام من ده وحرك وقفت واتجاوبت معانا وديناها ضر للتسكيل فكري كان معانا طبعا سيدة الزيزي كريم كان معانا اي عوض الصحفية فحرك يعني متجاوب يعني فيه تجاوب طب ليه مش تتجاوب مع الناس التاني يعني يعني سنة سلاسة يعني كده ده بطالب من باب يعني العتاب ارجو طبعا نبدأ بقى في حاجة بقى بالنسبة للشكر ده احنا بقول طب ليه بالنسبة للمسؤولين اللي احنا قلنا عليهم ده بالنسبة لطب ليه طيب بالنسبة برافو عليه برافو عليه لمين احنا بقول طب ليه بالنسبة للمسؤول مثلا المكسر او المسؤول اللي ما بتجاوبش تمام او المسؤول اللي احنا بدينا نتابع عليه لقوله طب ليه طيب برافو عليه لمين دي الوزراء اللي اقول اسمهم لقتي اللي هم متجاوبين جدا ما فيش وزير فيهم لما أكلمه في حاجة أو نكلمه في حاجة أو البرنامج يكلمه في حاجة أو الإعلام عامة طبعا وزير الاتصالات دكتور عمر ساميح طلعت وزير الاتصالات من الشخصيات الجميلة جدا 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 أي مشكلة مهما كانت يعني صغيرة لازم يحلها أي مشكلة صغيرة لازم تتحل كبيرة تتحل مهما كانت مشكلة ضعيفة بيتدخل فيها بنفسه وعلى يدي يعني أنا تعرفيني أنا وبشكرش غير لما يكون إنسان كويس تمام طبعا ومعنا صور ليهم طبعا يعني ده طبعا تقديرا مننا يعني لتجاوبهم معنا ومع البرنامج تمام طيب نيجي بعد وزير الاتصالات دكتور عمر ساميح طلعت في وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر إيه الجمال ده دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إيه الجمال ده إيه ده إيه الاحترام والسلاسة في التعامل والتجاوب والتواضع مفيش مشكلة أرنى عليه أو اتصل بيه أو نتواصل معاه أو فريق الإعداد أو 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 غلام ما يحلها هو طبعا ومتحدث الإعلامي دكتور أيمن حمزة كان لسه معي مبارح على التليفون طبعا ده وزير الكهرباء مش هقول عليه يعني مش هنخلص كلام عليه طبعا بيجي طبعا المهندس جابر الدسوئي طبعا جابر الدسوئي طبعا ده رئيس شركة القبضة للكهرباء تمام رجل كمة الأدب وكمة الاحترام وكمة الإنجازات بقى ليجي بقى باللمزة من الإنجازات جابر الدسوئي مع محمد بيه مهندس محمد أحمد السيد ده مهندس محمد أحمد السيد ده رئيس شركة توزيع كهرباء القناة رئيس شركة توزيع كهرباء القناة طبعا إنجازات جميلة جدا أنا شفتها بنفسي يعني محمد بيه طبعا صرته على الشاشة قدامكو تمام محمد بيه أحمد السيد إنجازات رهيبة من دون إنجازات طبعا يعني من دون الإنجازات اللي عملوها حاجات يعني عاد فيه اكتفاق ذاتي التصنيع التصنيع نفسه يعني الوقت عادوا بيصنعوا مخازن وورش تصنيع واكتفاق ذاتي في نفسه يعني دوكه كهربا عمل اكشاك الوقت ما عاشي استناض من برة لا عايب بتنعمل بتنعمل هنا في مدن القناة في اسماعيلية دي حاجة حاجة جويسة جدا كان جايب البيت دوسوقي كان حضر طبعا الافتحديا وانا شفتها بنفسي طبعا كان شريك في هذه الانجازات طبعا مع جابر بيد دوسوقي ومحمد بي السيد رئيس شركة توزيع كهرباء القناة طبعا ده حدوتة مصرية احنا كنا قلنا عليه حدوتة مصرية ده كان اعلامي عالي الفراموي طبعا استاذنا كلنا استاذ عالي الفراموي في التلفزيون المصري ده استاذي طبعا ده هو اللي طلع عليه حدوتة مصرية صراحة لأن الناس دي مش هتعوض طبعا شريك معهم النائب عالي خلاف ده رئيس النقابة وعضو مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء القناة طبعا صرته معانا برضو النائب عالي خلاف من الشخصيات اي مشكلة صغيرة لا اي عامل او مشترك اللي هم العملاء بيحلها بيجرب نفسه بيحلها تلفونه 24 ساعة مفتوح زي محمد بي السيد بالضبط يعني حاجة جميلة جدا حاجة جميلة ولو مني كل تقدير واحترام ومش عارف اقول ايه يعني اكتر من كده اقول ايه طبعا عزت بيه سوز عزت عزت بيه محمد إبراهيم ده مدير القطعات المالية والتجارية في شركة توزيع كهرباء القناة طبعا ده من ضمن الشركة طبعا على فكرة ناس كتير شركة وطبع اصغر عامل اكبر عامل فيه مشترك مثلا عنده مشكلة محمد بيحلها بنفسه تمام فيه زيادة في فاتورة او فيه مشكلة في حاجة بيحلها بنفسه تمام وممكن طبعا كان دكتور ايمن يعمل معانا حتى مداخلة كنت قلتولي بيعمل معانا مداخلة دكتور ايمن حمزة المتحدث راسم باسم مزارة الكهرباء طبعا يشرفنا تمام في اي وقت لانه هو متجهب جدا طبعا مع مزار الكهرباء محمد بيشاكر طبعا كنت حتى يعني حتى العمال او المدرين او بيتحس ان هم يعني محمد بالسيد او الناس دي او جاب بيدي سوقي او وعلي بيخلاف او سوز عزة ابراهيم بيتلاقيهم كأنهم ده اب الروحي ليهم او ابهات ليهم او كده يعني حتى كنت بتكلم عن مهانس شام سالم عامر ده مدير ادارة تاني يعني وكان الحوار ضاير وكان حمد متولي شلبي وكان كابتن مصاف عليان طبعا كان كابتن مصافة كانتكلم في تلفزيون القناة تلفزيون القناة طبعا عن محمد بيو انجازاته حتى في نادي كهربط القناة بتكلموا علي كلام جميل جدا ان في اي مشكلة ولا حاجة بنفسه في اي مشكلة اللي عامل اصغر عامل اكبر عامل في اي مشكلة مشترك بيحلوها طبعا ده واجب شكر طبعا هنتنقل الى ملف طبعا شكرنا طبعا الناس دي نتنقل لملف احنا كنا مجاهزين ان احنا نتكلم عن فيديو وصورة كنت انا جبتها قلنا هنتكلم عليها في الاسكان في عمارات في الاسكان او تقريبا عمارة او اكتر الله اعلم تمام الشكاوى جاتني على الطريق الواتس طبعا ان كنا هنتكلم فيها ان طبعا عاملين اهلا اهلا مين معنا دكتور ايمن اهلا اهلا بيك يا فندم اهلا بيك سيد بي وتحيات الحدق وتحيات مجدد الكرامة ازاك يا دكتور ايمن دايما 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 انت حرك عارفني وكل المسؤولين والوزراء عارفيني ان انا ما بعرفش جامل خالص وبنتقد بنتقد تمام اه تمام طبعا طبعا دكتور ايمن حمزة ده يا جماعة المتحدث الرسمي باسم وظهر الكهرباء ادب جمال اخلاق اي مشكلة مهما كاز غيره بيتجاوب مع محمد بيشاكر اهلا بيك دكتور ايمن اهلا بيك فندم تحيات الحدق وهو ده واجبنا وحضراتكم بتقوموا بدور مهم جدا جدا في رصد اي اراء حتى لو هي يعني يعني شكاوة ولكنها بالنسبة لنحن بتبقى عامل ايجابي علشان نقدر نحن نطور الخدمات ونوصل بيها لاعلى مستوى يعني يعني مطلوب ويمكن يعني الحمد لله الجميع لمس بدرجة كبيرة مدى التطور اللي تم وحضراتكم طبعا لكم دور مهم جدا ومشكل حضراتكم جدا لأ طبعا هقول له هارك حاجة انا يمكن الكل طبعا يعرف ان في مصر كلها ان انا ويعرفش هجامل بجد انجازات جميلة ان يبقى فيه اكتفاء ذاتي في الشركات وكان اخر اخر كان افتتاح طبعا كان في كهربط القناة مع محمد بي السيد وكان جاب بيده سوقي وكان محمد بي شاكر حاجات جميلة انا شفتها بنفسي وانزلت شفتها بنفسي شفت الحملات شفت العربيات شفت الورش اللي بتصنع الاكشيك بتصنع الحاجات دي ان كلها يعني حاجة حاجة بجد انا كنت بحس يعني كنت بفتكر او بحس بان الحاجات دي ان من استوردها من برا للخوص اللي حاجات اللي مو بعملوها كل حاجة من الف للياء شفتها بنفسي هو طبعا انت حاف حدك اللي هو يعني يعني احنا بمشكل حدك طبعا على الكلام الطيب دوت وهو ده يعني الشركات كلها بصفة عامة يعني بتعمل على يعني الجزء الخاص به الاتفاق الذاتي علاقات المستطاع ويمكن موضوع التصنيع المحلي على كل مستويات وسواء على مستوى الشركات زيما في الأشار بالقناة وشركات توزيع كلها وشركات الانتاج أو يعني الشركات كلها اللي حصلها بالكهرباء بخلاف كده كمان حتى الاستعانة بالمصنع المحلي بالنسبة لنا ده يعني دي بيأتي في الدرجة الأولى علشان تشجيعة تصنيع المحلي وفتح فرص الوظائف العمل والحمد لله يعني الشركات كلها يعني بدأت يعني تعطي صمعة طيبة جدا مش على مستوى المحلي فقط لا ده كمان حقا حتى على مستوى الدول المحيطة يعني ده وده شيء كويس جدا جدا بالنسبة للشركات دي وبنسبة الاقتصاد المصري طبعا يعني الانجاز ده دكتور أيمن يعني يعني انجاز ده فعلا في الشرق الأوسط فعلا يعني 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 الوقت بقينا الرواد فيه بالتأكيد عزي أقول حدك إن في يعني شركات بتعمل فيه المحولات اللي بتعمل فيه الكابلات بتعمل فيه العددات بتعمل فيه يعني طبعا ده في مياه يخص الكهرباء يعني بتعمل فيه يعني نواحي كتير جدا وطبعا ده يعني ده على المستوى الخاص بكهرباء إنما على المستوى العالم برضو فيه شركات كتير بدأت برضو تصنيعها يعني يعني يحوز يعجاب الدول المحيطة بينا وعلى مستوى العالم بقت فيه صمع الحمد لله طيبة جدا ويمكن الشيء يذكر يعني 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 المشروعات الكبيرة لثلاث محطات الأملاقة اللي في بنسويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرولوس كان فيه شركاء محليين موجودين مع الشركة طبعا الشركة سيمينز الألمانية المعروفة وبناء على المستوى الممتاز اللي ظهرت به الشركات يعني اهتمام بالاستعانة بهم وبعض العروض اللي موجودة ليهم مش هما بس يعني يعني ده على سبيل المثال يعني ولكن الحمد لله احنا دلوقتي بقت عندنا يعني خبرات وعندنا يعني على صمعة طيبة جدا جدا بالنسبة للطاقة التقليدية والمهمات الخاصة بيها وكمان ايضا بالنسبة للكوادر والخبرات اللي موجودة عندنا اصبح كمان في الطاقات المتجددة ويمكن يعني حتى حاليا دلوقتي بقينا نهتم جدا جدا في بالتعاون طبعا مع البساطة التعليم والتعليم الفني لعمل مدارس خاصة بالتعليم النووي والفن النووي والطاقة الشمسية ويعني الحمد لله يعني في خطوات يعني مهمة جدا بنخطو بيها وده يعني ده بيعكس فعلا اهتمام سيد الرئيس بي الدائما اللي هو بيؤكد على ان الكوادر البشرية يعني ان احنا بنهتم بيها بندربها بنعلي مستواها توايا الفني او الاداري كمان في نفس الوقت ده بيعكس صورة كويسة جدا بالمصر بيزود من القدرات بتاعتنا المحلية بالاضافة الى ان احنا كمان بننقل الخبرات دي لكل الدول السمان افريقية او العربية وبالتالي بيبقى ده يعني مرضوضه جيد جدا جدا بالنسبة لنحنا او الدول المحيطة يعني احنا فعلا نضرب نضرب دول عربية او افريقية فعلا بالفعل بالفعل بالتأكيد يعني سواء على الحاجات الفنية اللي هي الطاقات التقليدية او كمان على الطاقات المتجددة ويمكن المراكز التدريب اللي موجودة عندنا يعني دربنا اكتر من 8000 كوادر فنية افريقية كمان في تدريب على كمان بالنسبة للاشقاء العرب بالنسبة يعني طبعا ده بخلاف ما قلنا اللي هو الاهتمام بالكوادر الشابة بتاعتنا ويه يعني رفع المستوى جودة الجزء الفني خاصة بهم ويه تحدثها بالاضافة الى الخبرات اللي احنا بنحتك بيها مع الدول او الشركات الاجنبية واحتكاك الشركات المصرية بهذه الشركات العالمية واهتمام بين الشب بتاعتنا او المحلية يعني تخطو خطوات مهمة جدا بحيث ان هو يعني يستعيد سواء افريقية او عربية او اقليمية ده ده شيء مهم جدا وإيجابي وبدأ بترجم الرئيس السياسية لأهمية العنصر البشري برفع مستوى الاداري والفني ومشاء الله دكتور ايمان مجد طب دكتور ايمان معلش يعني عشان ممكن نص دقيقة كده روشتة روشتة في نص دقيقة 30 ثانية المشترك او العميل او المواطن يعرف يوفر كهرابا عشان ما يخش في شريح تانية اعلى هو اهم حاجة ان هو يعني الجهاز الكهرباء اللي هو مش محتاجه يفصله من الفيش دي اول حاجة طبعا مش محتاجه افصله يخلي بالنا قوي من استخدام الحاجات اللي هي بتتخن سواء الغلاية الشاي او السخان الكهرباء او المكوى او كل حاجات اللي هي او البرامج اللي بتتخن نخلي بالنا منها ونقلل منها على خاطر المستطاع تالت حاجة التكييف اللي بد من الصيامة اللي ليها مستمرة وفي نفس الوقت لتأكد من عزل الاماكن اللي هي عشان ما يهربش في التهوية اللي موجودة بالاضافة الى استخدام الاضاءة اللي هي الليد اللي هي بموفرة الكهرباء والاستعانة باجهزة كهربية تكون عندها او بيزمير فيها بطاقة لحسن استخدام الطاقة وطبعا في حاجات كتير جدا ممكن الناس تخش على النت هتلاقي فيه طرق كتير جدا للترشيد الطاقة حبيبي دكتور ايمن شرفتنا ونورتنا طبعا انت من الناس العزاس جدا علينا طبعا ومتجاوب جدا انسان بيخدم هذا الوطن الوطنينا مصر يعني احنا بنرفع له كبعة تمام بنقول له اهلا بيك ونسندك عشان يعني بتخدم اي حاجة اي مواطن في شكلك بنقول له شكرا شكرا وبنعتب على اي مسئول يعني او وزير او كده يعني مش متجاوبة بنقول طب ليه طب ليه بس طبعا ده كان نجازات طبعا اللي كن يعني قلنها في الكعربة طبعا تمام طبعا كن في قلتلكوا على مشكلة الاسكان والفيديو اللي طبعا اللي هو كان البيبة والقعدة في الحمام جنب على الباب تمام ولقوا كلمت دكتور يعني عمر ده المتحدث الرسمي يعني ان هو يعني في كذا 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 الفيديو طبعا قدامنا هون البيبة 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 هي البلاعة دي والبتاع هي القعدة في وش الباب على طول طبعا الفيديو شغال عند حضرتكم طبعا يعني طبعا يعني مش 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 جاية تمام يعني دكتور عمر خطاب انا كلمتم بها الاحتراحة النهاردة خلص الاجتماع ومعي الوزير دكتور عاصم جزر رجل محترم جدا وزير الاسكان تمام طبعا امر انه هو ومنز عمر خطاب امر انه هو الشركة المنفذة هتعدل هتعدل البيبة والقعدة تمام ماشي خلاص طبعا وانجاز طبعا الحمد لله ربنا يا ربي يسر الامور والقناة الصحة والجمال انه هو سرعة التجاوب تمام كنا هنعمل مع المداخل الارضة ونعرفه فقنا نعرفنا من المنفذة الناس تجاوبوا جدا وشركة المنفذة ستعاقب الشركة اللي نفذت ستعاقب ده بالنسبة لوزارة الاسكان الشركة هتعاقب على هذا الخطأ يعني يعني هي اصلا غير مجبولة بس أنا لما كلمت دكتور المهندس اللي هو منافذة تاعي الشركة الشركة هي الشركة نفسها مش الوزارة قال لي لا عادي تتمشي يا ستايا تقولوا تمشي ازاي يعني مثلا الستة مثلا او الراجل او ايا كان بيمسح بالمساحة كده هيطلع برا يعني هيطلع برا الحمام من الطبيعي اللي هتبقى جوه او فروق الحمام او على جنب الحمام تمام بحيس المساحة فيه ميا فيه كذا يعني ما تبقاش بمنظر ده يعني ده كده استحال استحال تقول منظر ده البيبة البيبة والبلاعة البيبة اللي هي البلاعة والقعدة في وش الباب يعني ازاي يعني انتو لو شفتوها في المنظر لا منظر مش غير مقبول يعني حتى انا قلت ردت عليها حتى قلت له بتاعي الشركة نفسها بقوله ده لو جبنا يا رجل يعني من ابهاتنا كده اللي هم الطيبين الفلاحين اللي هم مش متعلمين لو شافها هيقول مهندس مين اللي عمل الحاجة دي هيقول كده هيقول مهندس مين اللي عملها يعني حاجة غريبة فطبعا انا بشكر طبعا دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وبشكر المتشاري الإعلامي دكتور هاني يونس تمام وبشكر دكتور عملو طلعت المهندس عمر خطاب عمر خطاب متحدث الاسمي باسم مزارة الاسكان اللي هم تجاوبوا وطبعا بشكر المهندس خالد عباس مساعد الوزير المهندس خالد عباس من الشخصات الجميلة جدا اي مشكلة يعني بتتصل بي فيها فعلا بيدور بنفسه ده مساعد وزير الاسكان الراجل ده هم كلهم بسم الله ما شاء الله اللي بتجاوب بقول علي متجاوب واللي مش بتجاوب بقول علي مكسر واحد واحد سوى اتنين ما بعرفش جامل مشكلت في كده يعني مشكلتني ما بعرفش جامل يعني دي مشكلتين أنا ما بعرفش جامل خطبا عشان ما نساش بالنسبة للشكر طبعا عملنا اعتاب الأول على اللي احنا نعتب عليهم من وزراء والمسؤولين أو المحافظين والوقتي بنشكر تمام هنكمل شكرنا لدكتور هالة زايد وزيرة الصحة على تجاوبها المتحدث الرسم باسم وزارة الصحة دكتور خالد مجاهد وكير وزارة الصحة بالشرقية دكتور هشام مسعود رجل محترم جدا وكير وزارة الصحة بالشرقية تمام دكتور سعيد السعان وكير وزارة صحة بالسماعيلية الوزيرة صحر نصر وزيرة السمار الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة نائب محافظة ده أهلية نائب محافظة ده أهلية هاي سنبيه شاكر هاي سنبيه الشيخ رجل محترم جدا وبتجاوب نائب محافظة جيزة إبراهيم ناجي به شهابي إبراهيم به رجل محترم جدا تمام علاء عبد العاطي مساعد وزيرة تضامن الاجتماعي اللي هو مجد الأنور اللي هو سعيد إبراهيم بيدة الناس دي كلها بتتجاوب معانا جدا محافظة شرقية محافظة سمعالية سيدة اللواء محافظة سمعالية يعني ناس متجاوبين جدا جدا طبعا بختم بالنسبة لأولياء الأمور والرجال آخر حلقتي عشان في حد من سنبيه لوين ده أهلية بختم حلقتي بيها تمام يعني اسم محمد ده أستاذ محمد أبو إسماعين يعني دي كانت مشكلة خاصة كنت أنا روح تحلتها تمام وبحلولهم مشاكل كتير رفقا بالكوارير النساء رفقا بيهم رفقا بيهم تمام بيعمل زوجته وبناته معاملة سيئة أو عياله معاملة سيئة بقول له بقول له كل راجل يعمل بيهم يرضي الله صدقني صدقني الواحد ممكن في ثانية يروح عند المولى عز وجل ده نصيحة لي ولكل راجل الواحد بيحاول أنه هو إيه يبقى 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 حاجة أو يبقى كويس لأن ما كانش أصلا كويس تمام فدي كان قد عايز أختم بكده نحن كارجان نستحمل شوية وبعين رسول الله السلام في حاجة الوداع قال وصيكم بالنساء خيرا حاجة الوداع آخر حاجة قالها وصيكم بالنساء خيرا فإن هن خلقنا من دول الأعواج إذا أقمتهم قسرتهم أقل كلمة ترضيهم أقل كلمة تعملهم فياريت ياريت ياريت رفقا رفقا بالكوارير أو رفقا بالنساء مش أكتر والأقل في النساء ما ينفعش معها رفقا ماشي بس ستة المصرية ما تشايفينها تعمل إيه بتشيل وتروح تبع جبنة وتبع سامنة وتروح وتشتغل في الأرض يعني بتساعد الراجل يعني حتى يبقى فيه يعني يعني زي نظام اللي هو التأدير لها مش أكتر والأقل طبعا أنا بشكر قناة صحة والجمال وبشكر بلنامج تمام وطبعا نصر بي الشاهد طبعا أستاذ نصر حبيبنا كلنا رجل محترم جدا بشكره جدا بشكره بشكره أستاذ محمد الشاهد جميع اللي عاملين وراء الكاميرا خلف الكاميرا واللي عاملين في الاعداد والكنترول ربنا يبارك فيهم كلهم لسه محترمين جدا وتجاوب وبرجع تاني وبقول يعني شكرا لكل مسؤول بجد يعني يعني بتجاوب وبطالب كل مسؤول يعمل أكتر ما في وزعه كل سلام طيبين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته